تبعين حلقتنا واشتقتلك نورة من نورة من نورة من أزرق حبيبي أنت حبيبي عن جد كتير اشتقتلكم واشتقت للمشاهدين ونأترك كل الاقتراحات الجديدة يعني صنع تقريباً ثلاثة أسابيع الاقتراحات الجديدة فاليوم لحنبلش به هدية بالهدية بالهدية الاتيكات الهدية تعرف دايماً نرجع بنحكي عنا من جديد من جديد بس أمرار كتير بيسألوني أسئلة فشوف أنه في جوانب متعددة كمانا بنبقى ما حكينا عنا ودلك أنت أحلى هدية دايماً لازم نقول أنه أهم هدية هو وجودنا بحياة الأشخاص ما ننسى هالشي طبعاً الهدية العينية كتير مهمة كتير العالم بتحبها رجالاً ونساءً أطفالاً وكباراً كل العالم تحب الهدية لأن الهدية فيها وقت فيها مجهود فيها فيها أنا فكرت فيك فيها أنا أخدت وقت وحطيت فيه من تفكيري ومن حتى هدية الشخص لنفسه يعني هلأ متفرجيني قصص حلوة كتير الواحد بيهدية لحاله كمان مهمة أنه نحنا من وقت لوقت نهدي نفسنا إشياء حلوة ولكن وقت اللي بدنا نحكي عن إتيكات الهدية فيه أصول وفيه قصص مهمة والسؤال اللي بيترح حاله فينا نرجع نهدي هدية يعني ري جفتنج نحنا بنسميها والهدية قيمتاً بنفتحها وإذا كان في عنا أشخاص كانوا بنفتح الهدية دايماً ولا لا هيده السؤال اللي دايماً بترحاله قيمتاً بنفتحوا الهدية وشو الهدية المناسبة وإذا كسر عنا وقت كمانا الهدية بمجال العمل أو المجال المهني هيده كمانا شغلة كتير مهمة بحب أني أرجع أحكي عنا هلأ الهدية ولمين بتجوز الهدية؟ طبعاً فيه نحنا أنت بتعرف أنه أنا مقسمي الأشخاص اللي موجودين بحياتنا الدوائر الدوائر الصغيرة المتوسطة والكبيرة الصغيرة هي العائلة العائلة ضغرة يلي محيطة فيه إن كان من أهلي من أهل زوجة إن كان من أولاد من الأخوة هيده هي إذا بدك الدائرة الصغيرة وهون يصح الهدية النقدية ويصح أنه أنا أسألوا أنتوا شو بدكم في المناسبات يلي بتبقى كبيرة القدرة الشرائية أو مش لازم أنه نحنا نرهق حالنا بهدية ما فينا لها لأنه هيده مش من الإتيكات أنه أنا أدين لحتينا جيب هدية أو أني أنا يعني أطلع كتير عن قدرتي المادية لحتينا جيب هدية للأشخاص يلي حتى لو كانوا هالقد قراب لأنه هيده الشي بده يشكل عبق علي أنا بديه الداية فما لح يكون المردود لهيد الهدية اللي هو العطاء بزيت التوافق مع الشي اللي أنا عم بقدمه فيجب أن يكون بمقدوري فيني أطلع عنه أنا لحقول خمسة بالمية عشرة بالمية ما علي الشي بيمشي الحال إذا كان هالشي بده يسعد الآخر بشكل كتير كبير فينا نتشارك بالهدية للعائلة الدوائر الصغيرة ومن هيك من هون قتت فكرة الودينج لست يلي هي للدوائر الكبيرة يعني اليوم قتل بنعمل ودينج لست هي مشاركة لحتينا نجيب هدية بتناسب العرسين لأنه هيده إيفنت كتير كبير ففكرة ليست دو مرياج اجت من أنه الناس حكيتها أكتر من مرة قديما كانوا يشاركوا بالعفش كانوا يشاركوا بالأمور بس يطلع إذا بدك من كل ودي عصى لأنه كل شخص يجيب من مكان ما وممكن هيدول العرسين يلي هني ياخدوا الهدية ويقبلوها ويستعملوها للعمر كله يعني في كتير أشخاص بتقولك أنا هيده ديه من فلان ويديه من فليتين ولكن يمكن ما بيكون فيه انسجام بالهدية كون الأشخاص بيجيبوا على زوءهم ما بيجيبوا على زوء العرسين يعني ما بيجيبوا كمان حتى على زوء البيت اللي هني بالدنيا بس العرسين كانوا يقبلوا هالشي لأنه هيده كانت أكبر مشاركة وكانوا يتكلوا على هيده الهدية لحتنا إذا بدك يفرشوا بيتهم بعدين اجت فيه فكرة اليس دو مارياج أنه أنا خلي هالعرسين هني ينقوا الأغراض فبينقوا محل وبيشتروا من عندهم على زوءهم وبعدين صار فيه البانك اكاونت لأنه صار فيه سفر من العرسين لخارج البلاد ومن هون كمانا لقوا أنه يمكن أحسن إذا بياخدوا أمور نقدية وكمانا حكيت أنا أنه لا يجوز وضع على الكارت التبرع لمؤسسة معينة نحن ما بدنا حدا يذكرنا بواجبنا الاجتماعي لحتنا نحن نعمله نحن عم نهدي ونش عم نتبرع ففي فرق كتير كبير أنه أنا اليوم أتبروح على العرس بدي أهدي هالعرسين هني بعدين شو بيحبوا يعملوا فيها هني حرين أنا ما في داعي حدا يقلي تبرعي لهذه المؤسسة وكأنه أنا عم برفع الجميل عني أنه أنا مني بحاجة تبرع لهذا الشيء هيدا الشيء منه صحيح ومنه إذا بدك لائق بحق الأشخاص اللي بدأت تعطي مصاري للعرسين أنا ما عم بعطيك مصاري أنا عم جبلك هدية وفي كتير أشخاص وقتا اللي بيشوفوا على الكارت عليه التبرع ما بيحطوا بالليس دمارياج بيروحوا بيجيبوا هدية لأنه بيحسوا حالوا أنه لا أنا ما بدي يمكن أعمل هيدا الخطوة أنا بدي جيب هدية لهالعرسين فإذا للعرسين اللي حتى هني وما فيكن تقوله كمان على الكارت التبرعياج يعني نحن ما بدنا هدية هيدا كمانا مش لائقة لأنه أنا ما عم جبلك هدية لأنك بحاجة للهدية الهدية مش حاجة الهدية هو عبارة عن حب عن فعل حب مني لإلك عن فعل فرح أنا ما عم بعطيك لأنك أنت بحاجة أنا عم بشاركك فرحتك فإذا هيدا هو الهدية التبرع شي تاني كمبليتلي يعني بشكل كامل هو شي مختلف فإذا هدية العرس هو هدية لأنا أقول لك أني بحبك وبيدي منك ذكره لألي الهدية كمان مين بحقله بالدوائر الأكبر شوي يلي هني بيصيروا الأصحاب طبعا الصغار يعني الولاد الصغار بيحبوا الهدية والكبار بيحبوا الهدية بس ما بيطلبوها الصغار بيطلبوها يعني الصغار بينطروا عيد ميلادهم للي يجيهم هدية الكبار وقت اللي نحن عم نعزم على أعياد ميلاد سيدي يعني كبيرة إذا بدك بالعمر 30 35 يعني 40 حتى من عمرنا ما بيصير أنه نحن نعزم على عيد ميلاد وكأنه عم نقول للأشخاص بدنا هدية لأنه أنا إذا كنت بعرفك وكنت صديقي مقرب لألي فأنا بجيب لك هدية لأني بعرف إمتى عيد ميلادك وأما الدوائر الكبيرة أو الدوائر اللي هي أكبر شوي ما فيك أنت تجي تذكرني بعيد ميلادك لأنه أنت عم تجبرني بهدية بس أنت مش عم تجبرني بهدية أنت عم تجبر حالك كمان أنك تتذكر عيد ميلادك حتى لو أنا ما عزمتك وما عملت حفلة كتير كبيرة لأنه أنت صار إليك علي هدية فإذا ننتبهوا لو سمحتوا وقت اللي منعزم هلأ في كتير ستات أو أشخاص بيقولوا عزمين كن على عشا وبهل عشا منعيد عيد ميلاد حدا بدون ما نذكر قبل الدعوة هيده في فرق كتير كبير وأنا وقتها بيجي على الدعوة وبشوف أنه عيد ميلاد إلي أو عيد ميلاد ندين أو عيد ميلاد رانيا بعدين أنا بختار كأنه بجيب لهدية حسب قرب مننا وإذا ما جبت لهدية مش معناتها أنا مني بالإتيكات لأنه أنا قديما كان في عندك دائرة كتير صغيرة اليوم عندك ميات وإذا ما لا أقول ألوف يعني في أشخاص عندهم بي آر كتير كبير وعندهم أشخاص كتار بحياتهم فما بعرف قديش بيقدروا يلبوا كل هالدعوات وهي وفودين فهي كتير لازم تنتبهولها أنه أنا وقتا اللي بيجيين هدية على عيد ميلاد كل شخص جاب لهدية على عيد ميلاد أنا مجبورة بيعيد ميلاده يعني كون عند إليستة ابعث هدية حتى لو هو ما كان عامل أي احتفال مش الاحتفال هو لحتنا الواحد يجيب الهدية فلو سمحتوا نتبهوا لهالنقطة تالت شغلة هل فينا أو الأشخاص إذا بدك يعني منحب نهديهم شو الإشاة اللي فينا نهديك شو الإشاة اللي لازم نفكر فيها لحتنا نهديك طبعا حسب قربنا من الشخص وليس حسب وضعه إذا بدك الاجتماع المادي فهوني كمانا لازم نفكر أنه أنا اليوم في أشخاص بتقولك عنده كل شي شو بيقدر جيب فبيصير يفكروا بأمور كتير غالية حتى لو كانت أكبر من قدرتهم وأنا ما فيني يفكر بقدرة الشخص لهو قدرته المادية لازم نفكر أنا شو جيب شي حلو جميل معبر فيه فكرة وفيه جاست لأنه هي بنهاية الهدية بنرجع بنقول ما فيها حاجة هي فيها هيك لفتي لفتي أنه أنا تذكرتك بهيدا نهار ففي كتير أمور تقدر تفوت الكتب حلوة العطور نحنا قبل كنا نقول أنه ما بيصير أنه نحنا نهدي عطور لأنه معنات أنه عم بتقوى شي شخصي وتاني شي لأنه ممكن كتير حتى أنه تكون عم تعطيه ميساج وكأنه أنا هيد الريحة اللي بحب تحطها لا هوية شخصية بس طبعا اليوم صار فيه حتى عطور مزينة وعطور كتير بارفان يعني كتير هيك إلى يعني أشياء معبرة إذا بدك فينا نهدي شمع كمان فيه شمع حلو فينا نهدي يعني أشياء بتزين البيض تزين المكتب هذه كلها أمور فينا نظلنا نفكر فيها هل فينا نهدي هدية إجتنا أي هي شغلة كتير طبيعية وكتير حلو يعني ما نستحي فيها أبدا ما درولي نقول للشخص أنه أنا كان جايث نهدي ولكن في كتير أشخاص كمان إذا كانوا من الدائرة المقربة منها حتى من الوسطة فينا أقول أنا إجتني هيد الهدي وبعرف أنت بتحبيها يعني مش غلط أبدا أنا كتير منبسط وقتا لأشخاص تتفكر فيه بهذا الإطار أنه إيه مثلا إجيني هيدا الشيء وفكرت فيه كي بعرف أنك أنت بتحبيه أبدا مش خطأ ولكن الهدي وقتا بتنهدها لازم تكون بحالة كأنك أخذتها من المحل يعني مش مفتوحة مش مستعملة إلا إذا ما لنا هدية عم نعطيها يعني منعطيها وكأنه أنا هذه مني لألك لأنني ذكرتك فيها بس مش تعتبر هدية ندين في كتير أشياء عبالي بعد نحكي عن الهدية نحكي بالحلقة بالحلقة اللي جايوا منخصص أعمار معينة ويمكن بوزيشنز معينة بشركات كمان ببكي بنعمل الحلقة شكرا معينة شكرا كتير نديمة أهلا وصحا لك بذلك أنت أحلى هديك خلي ليكي وأنت كمان رح نروح على العنوين ونجعا بعدها نتابع حلقتنا مع واتسكوبيك اشتركوا في القناة